دكتور مرحبا بك مرة أخرى مؤخرا ترات لك شي مشكلة واللي بسبابها تراتي تخرج من البلاد عودناش ترى فعلا في 2010 أنت تتعرفي في بلدنا دائما مش غير في بلدنا حتى في أوروبا قبل الانتخابات دائما الناس تتحاول تبين بأنها عندها غير الوطن والأشياء مثل هذه وكان بعض العناصر إسلاميين عملوا ضغط داخل المرلمان وفي الحكومة وكان نتيجة في 2010 بالسفدي الأجانيب طريدوا من المغرب ومن بينهم زوجتي لأنها كانت أجنبية آه يعني زوجة ديلك أجنبية أجنبية يعني يعطوها 48 ساعة باش تتخوي البلاد ومهما أنني أنا مغربي وقلت للسلطات إيش نعملت قال إحنا ما عارفينش جانا أمر وفي 48 ساعة حتى تتخوي المغرب يعني هذا فأعني درنا إحنا كماسيحيين تنحطرموا السلطات قتلي جوجتي مليهم ما بغاوني يستفي وضرنا يعني باش نخرجوا من البلاد وحنا دبا عايشين في أوروبا الحمد لله يعني بقينا الأعمال الخيرة اللي كنت تندير في المغرب بقي تنديرها الآن في أوروبا لأن الآن أوروبا تهي محتاجة بالأخص اليوم اللي فيها لاجئين كتيرين من سوريا من عراق فالرب يعني خلاني نكمل عاملين اللي كنت تندير في المغرب لكن أنا تنتأسف لأن هذا الشي اللي تندير في أوروبا ممكن كنت نديره في المغرب اللي ندير كتير منه وكانوا ناس مغاربة اللي مستعدين وباشي هذيك التجربة ديال الحاملات الطيبية اللي درنا واحدة حتى في مدينة العيون في الصحراء وكانوا ناجحين خلاونا مثلا بحل لأننا قمانسي مغاربة فيه بزاف المغاربة صاروا يغيروا يبغيتهم ويعملوا أعمال خيرية مزيد وللأسف هذك العمال متل توقف في الوسط صحيح صحيح لأن لما أنا غادرت المغرب هذك الأعمال اللي كنتنا نديره فتربوا عزة حبسات دكتور أنا بريت نرجع معك لشوية لهادك النقطة ديال من اللي يعني الزوجة ديك عطاها 48 ساعة باش باش تغادر بريتك تعطيني أولا توصف لي على الأقل في ذلك الوقيتها كيفاش كان إحساسك تجاه الوطن ديالك تجاه بلادك جرولك على مراتك يعني بهذا بهذا الوتاع يعني صراحة اللي كنت مسلم كنت قادي نقول خلاص هذي البلاد نبيع عوصفي لكن احنا كمسيحيين الرب علمنا لأنه ودازنا هذك التجارب أنا متلومش مثلا بلادي ولا تنكره بلادي لأنه لا إلى واحد مثلا غلط في حقي أنا أنا تنعرف بأنك إن واحد العادل وحيد في العالم هو الله نعم أنا خلي الله هو يحل لك المشكلة مش أنا في أنا أنا الآن بقي عندي علاقات نمشي للمغرب يعني كل سنة وتنزور أصدقائي وتنزور ناش ولكن الناس محتاجين تنعاولهم يعني للأسف مراتي ما تقدرش ترجع مثلا نحد الآن ما زال ما تقدرش لا ما تقدرش يعني ما تقدرش ترجع لكن أنا تنمشي تقريبا مرة ولا مرتين في السنة وعندي علاقة مزيانة مع العائلة ديالية ومع الناس اللي كنت نعرف من قبل نعم حاولت حاولت تضق اللي بيبان وتشوف شنو اللي خلا مثلا وش ممكن ما تترجع ولا ما ترجعش من ناحية ديال وزارة العدل ما عندها هتشي مشكل وجاتنا ورقة بإنما عندها هتشي تهمة وفي المشكل ولما تنمشي والأمن تلقى بإن الاسم ديالها بقي في اللائحة السوداء وهذا المشكل ده بكين وزارة العدل تقول لجوجتك ما عندها أي مشكل وعندي ورقة بإنما عندها أي مشكل أنا غير دبقى في أبريل كنت في المغرب وشفت محمي قال لي مراتك ممكن تدخل لكن لما شفنا على الكمبيوتر بقي الاسم ديالها على الأحا ما يمكنش تدخل غريبة نصلي وإحنا ممكن السلطات لو كان وزارة العدل تقول هاد المرأة بريئة على الأقل يكون واحد اتصال وتكون عندنا رأي واحد في حكومة واحدة مش عدة آراء واحد يقول لك تعالى والآخر يقول لك لا وحتى بنسبالك نزيل يعني كمغريبي حفظ حقك كمغريبي ومواطن مغريبي فأنك تكون مراتك معك لأن مراتك تبع رجلة فهي معك يعطيوا الحق لمراتك ويخليوا هما بعد ماجهة ناديك باش مراتي تخوي البلاد قالوا لي البوليس عبداللاطف انت هو والدك مرحبير وبقاوا في المغرب انت هو والدك والأمين والدك لا قال لي انت هو والدك وبقاوا في المغرب وقال لولدي ممكن تكمل قرائتك لكن هما ما عارفينش بأننا عندنا المسيحيين العائلة واحدة ما يمكنش يعني الرجل والمرأة يصيراني جسدا واحدا ما يمكنش نقسمه يعني من لي مشات مراتي أنا مشيت معها وكان مؤلم بالنسبة لها وبالنسبة لنا بساح شكرا لك وشكرا على الصراحة ديالك ولي شاركتي معنا انت مننا واطلقوا بك عوديني مراخد آخر مش بعناش منك شكرا لك